تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل انطلقت فعاليات المؤتمر الخليجي للتنمية البشرية في نسخته التاسعة بعنوان منظومة القياس الفردي والتمييز المؤسسي وذلك بحضور عدد من المسؤولين بمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين في مجال إدارة الموارد البشرية من داخل وخارج مملكة البحرين المؤتمر بمحاور جلساته النقاشية سيسلط الضوء على الكثير من التجارب العملية والواقعية في كيفية قياس الأداء الفردي ومدى انتاجيته وفاعليته داخل المؤسسة التي ينتمي إليها وظيفيا منظومة قياس الأداء الفردي والتمييز المؤسسي هو العنوان الذي يتبناه المؤتمر الخليجي للتنمية البشرية بحلته التاسعة والذي سيركز وخلال يومي عقاده على إعادة تنمية المهارات الوظيفية للموظفين داخل مؤسساتهم ورفع آدائهم عبر تحفيزهم وتشجيعهم وحتى تمكينهم من تحقيق الخطط والاستراتيجيات المؤسسية قياس الأداء بمؤشرات محددة علمية يدعم الجهود التي تقوم بها جميع دول المجلس ويرشد من سياساتها ويعرفها على مواطن الخلل ومواطن التطوير في نفس الوقت فمؤشرات الأداء مؤشرات القياس الأداء مهمة جدا والخبراء الموجودين يملكون خبرات كبيرة جدا ونحب أن تطبق هذه المبادئ على مستوى المنشأة أيضا يجب أن نخلق القوى العاملة الخليجية على حيث المستثمر يقول قوى عاملة خليجية موجودة ليس المستثمر يجيب مع قوى عاملة هذا ليس صحيح ولذلك تركيز على تميز مؤسسي وقياس إداء فردي لا ينمو إلا بالإنسان والثروة البشرية أربعة عشر متحدثا ومتخصصا في مجال تنمية الموارد البشرية وإدارتها من مختلف دول الخليج العربي ومن المملكة الأردنية الهاشمية سيخوضون في بحر أحدث مستجدات قياس الأداء الفردي والمؤسسي لتتريث نقاشاتهم في بيئة أثر الثقافة المؤسسية في تحسين الأداءين ومستقبل العمل الفعلي والافتراضي وكيفية حوكمته وقياسه الجزء المهم في هذا الجانب هو الحوكمة ومسألة الشراكة مع كل أطراف الإنتاج وطول أطراف الأداء هذا أهم شيء كونه أنه كثير التركيز على الموضوع المادن مثل ما تفضل لا نصل إلى نتيجة معينة فيما يتعلق بقياس الأداء ولكن الشراكة وأيضا التعاون والحوكمة هذا الجانب من الأدوات القياس على كل مختلف القطاعات التكلفة في حسابها هي ليست صرفا عن الاختيار والنوعية اختيار القيادات أساس لأن الأصل ليس الوصول للنجاح الأصل الحفاظ عليه فاختيار القيادات وحديثنا عن التعاقب القيادي على سبيل المثال أحد أهم الجوانب التي تعالج في هذا المؤتمر كيف نختار القيادات وكيف تتعاقب وكيف نحافظ عليها مؤتمرنا اليوم عندها عنوان جدا مهم هو القياس والتميز والتمايز التمايز للقطاع البشري جدا مهم على اساس يتم قياس المبدع والمنجز والصاحب الفكر يعني نسميه قيادي هذه المؤتمرات العلمية تقرأ عن قرب حركة التغير والتطور الحاصلي في سوق العمل وتساعد على رأي خبراء في قياس الآداء الفردي وحساب انتاجية الموظف ومستوى آداءه في انتاجية المؤسسات وتميزها وفي بقاء مؤشرات آدائها ضمن حدود آمنة ومستقرة أفراد يخضعون لأدوات قياس فاعلة تحدد حجم العمل الذي يقومون به غير غافلة عن طبيعة النتائج الإيجابية التي تتحكم بها جزئية إنجاز الأهداف من خلال إتمام الخدمة وتوصيلها إلى المستفيدين منها لتلفزيون البحرين محمد رشادات محمد رشادات